السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم فرج عني كل هم وكرب وأخرجني من كل غم وحزن ربي قد عز علي مطلبي وهو عليك هيا وحدك العالم بحالي ففرج همي واشرح صدري ويسر أمري وارحم ضعفي وقلة حيلتي وارزقني من واسع فضلك يا سميع الدعوات اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت اليوم توقعاتنا على يوم الثلاثاء 18 نيسان إبريل طبعا القمر موجود الآن اللي هو مساء يوم الاثنين موعد بث الحلقة ما زال موجود في برج الحوت وبدو ينتقل في ساعات فجر اليوم الثلاثاء لبرج الحمل القمر الآن موجود في منزلة الرشاة وهي منزلة للعلاج والربح والسلامة والصلاح رح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة تنتين وتسع دقائق من فجر اليوم الثلاثاء لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة الشرطين وهي منزلة جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد جيدة لعلاج الأسنان العمليات الصغرى تقليم الأظافر وقص الشعر طبعا القمر الآن موجود في برج الحوت لأنه ضايله سبع ساعات فما اضطر أني أنا أذكر تأثيرات القمر لما بيكون موجود من مساء اليوم الاثنين لغاية فجر يوم الثلاثاء فبنظل الناحية الروحية فبتلعب دور بارز في هاي الفترة نشعر بالضياع ما بننجح في التركيز على موضوع معين ننذمر نكشف عن متاعبنا للغير نجد صعوبة في اتخاذ قرار حاسم قسم كبير من الفاشلين في غرامهم وبينزو جانبا وبيضرفوا الدمع بعيد عن أعين الآخرين قسم كبير أيضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض أو الشعور بعدم الارتياح النفسي وفي هاي الفترة نقع في حبائل الغرام بوسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيات المرضى وشراء الزهور وقتنا آل التصوير طبعا بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل اليوم في زاوية ذكرناها يوم أمس اللي هي زاوية الإختران السلبي اللي بين القمر وبين نبتون وقلنا إنه هاي بتبدأ تأثيراتها مساء يوم الاثنين الساعة ستة وستة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت غرينتش هاي الزاوية مستمرة لغاية صباح يوم الثلاثاء بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا بنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين بتسبب بنا نوع من أنواع الاكتئاب تدفعنا للإهمال وعدم الاستقامة والنزاهة في تعاملاتنا وبرضو هاي بتدل على استياء الرأي العام من جدل حول بعض الأمور الدينية أو العقائدية واضطراب في أسعار بعض السوائل اللي هي زي النفط والمنزين والمشتقات النفطية وتراجع مردودية أمور إلها علاقة بالصيد البحري والمبادلات البحرية واحتمال وقوع تسممات غذائية بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار اللي قلنا إنه بيبدأ الساعة ستة وستة وخمسين دقيقة مساء من مساء اليوم الاثنين بتوقيت جرينيتش اللي هي الليلة هاي وبيستمر لغاية الساعة وحدة وتسع دقائق من فجر اللي هو اليوم الثلاثاء اللي إلها التوقعات بعدها بانتقل القمر وبصير في برج الحمل هذا بيعني إنه فترة خلو المسار فترة سيئة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة وحدة وتسع دقائق فجرا بتوقيت جرينيتش خلص بيكون القمر استقر في برج الحوت عشان هيك أغلب اليوم رح يكون القمر في برج الحمل عفوا رح يكون في برج الحمل فمن ساعة الفجر نشعر بطاقة كبيرة للعمل نكون أكثر تصميما أكثر استقلالية منبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أنه نتصرع في تصرفاتنا أو نتهور أيضا يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ أيضا في هذه الفترة أن أقل صبر في التعامل مع الغير وهذا الشيء ممكن يوقعنا في متاعب ومشدات غير مرغوب فيها بنفقد دبلوماسيتنا منكون أكثر عدوانية وتعتبر فترة وجود القمر في برج الحمل فترة يستحسن إجراف حصل العيون إذا استدعى الأمر لذلك وإدخال تعديل على قصة الشعر أو إقامة حفل ما أما بالنسبة للزوايا فرح نبدأ بالزوايا البطيئة بعدين الزوايا اللي رح تتشكل اللي هي من بعد منتصف الليل أول زاوية هي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين بلوتو وهاي بدأنا نذكرها من يوم 13 أربعة وقلنا أنه هاي مستمرة تأثيراتها ليوم 28 أربعة ذروتها طبعا رح تكون يوم 24 أربعة في تمام الساعة 24 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيتش بتثور أعمال عنف ومواجهات لها علاقة بالنيران والمعادن والعنف بأنواعه وبيتعزز التسلط عند البعض وبيحاولوا فرض سيطرتهم على الآخرين بتضع عقبات في طريق نجاح بعض الأشخاص وبتسبب لهم عدوات خفية كما بتزيد من حدة الشهوة أو شهوانية بعض الأشخاص بشكل سلبي اللي ممكن يضر بالصحة أو يسبب أمراض أو حتى اللي عندهم أمراض بالفترة هاي ممكن يطولوا لا يصير عندهم الاستشفاء بتدل على وجود مؤامرات ضد حكومة ما سواء داخلية أو خارجية وقيام الحكومة بتعبي ضد بعض الجماعات اللي بتحاول زعزعة الأمن والاستقرار هناك احتمال وقوع حوادث كالحرائق والظواهر الطبيعية كالزلازل والبراكين والتعرية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين الزهرة وبين زحل وهاي طبعا حكينا أنه تأثيراتها من يوم سبعة أربعة ومستمرة ليوم واحد وعشرين أربعة بتنقطع العلاقات العاطفية الضعيفة إلى غير رجعة بتزيد من الغيرة حب التملك الميل للاكتئاب نزاعات مع محيطنا برضو بتدل على تراجع في المنتوج الفلاحي ومنتوج مؤسسة الدولة والصناعات الثقيلة والصناعات الحرفية بسبب الإهمال والتكاسل اللي بيغلب على موظفية هاي القطاعات وبتقلل من عطاهم بعض المؤسسات المالية أو البنوك بتعرف اضطراب في المداخيل بسبب سوء التدبير والتبذير وهو ممكن يعاني البعض وخصوصا اللي بيشتغلوا في المجالات الفنية من الكساد وقلة المبيعات وبتقلل حفلات والسهرات بسبب ميل الناس أكثر للتحفظ وبتزيد الالتزام عند الناس وتقيدهم بالتقاليد والأعراف الاجتماعية أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تبدأ طبعا أول زاوية غير الزاوية اللي ذكرناها اللي هي تأثيراتها اللي هي القمر ونبتن في زاوية رح تتشكل فيه ساعات الفجر برضو تأثيراتها بتبدأ من ساعات المساء ليلة الاثنين وبتستمر لغاية ساعاته تقريبا الظهر هي زاوية إيجابية زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين بلوتو وهذه الزاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة برضو بتمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية بتدفعنا للإبداع بتدل على تحولات إيجابية في الرأي العام بخصوص مكانة المواطنين وخصوصا المرأة وهذه فترة مناسبة لتطوير الصناعات الغذائية وتغيير آلاتها ومعداتها أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين الزهرة وهي رح تكون ذروتها الساعة ثلاثة وستة وأربعين دقيقة عصرا بتوقيت جرينج هاي الزاوية بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر طبعا تأثيرها طيلة اليوم بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم بتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا أن نعيش أوقات ممتعة بتدل على ميل الرأي العام للمواضيع الفنية والترفيهية والتسلية بتنعم النساء باستقرار وتوازن نفسي بتشهد المؤسسات المالية ما يعني في بعض الغطاعات كالنسيج والتجميل رواج أكبر ومداخيل أكثر خلال هذا اليوم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي نقيد للزاوية هاي وهي رح تكون في ساعات المساء ساعة 10.47 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش فتأثيرها بيبدأ من ساعات العصر ولغاية فجر يوم الأربعاء هاي الزاوية زاوية سلبية بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مساعة منقوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب هاي زاوية سبب بأنه نكون بعض الأشخاص عندهم عدوانية كثيرة وبكونوا هم أساسا ملتزمين الصمت ولكن من داخلهم عندهم بغض للنساء فعشان هي قابلين للانفجار في أي تماث بصير ما بينهم وبين النساء بتزيد من الخيال السلبي وبتدفعهم لأقصى الحدود بتسبب خصومات مع النساء يستحسن أن لا نقوم بأي عمل مهم نحاول قدر الإمكان إنه نأجل الموضوع لتنتهي هاي الزاوية هاي الزاوية برضو إلها مضار على الصحة وخصوصا الجانب النفسي وبرضو بتدل على استياء الرأي العام من ضغوط رجال الأمن الوطني وهبوط في معنويات عمال قطاع الصناعة أو الصحة وقلة مردوديتها ممكن يشهد هذا اليوم وخصوصا من ساعات العصر ازدياد في أعمال العنف وخاصة ضد النساء طيب ملخص إيش نستنتجه من هذا الموضوع رح ينقسم الناس لنوعين خلال هذا اليوم نوع رح يستفيد من ناحية مادية ورح يكون فيه إيجابيات رح يكون فيه فرص للمكاسب رح يكون عندهم نشاط بخصوصا اللي بيشتغلوا في المجالات اللي إلها علاقة بالقطاعات الفنية أما القسم الآخر فهما القسم اللي رح يكون عندهم حدية بالطباع ومشاكل وخلافات مع شركائهم بالعاطف يعني ما بين الأحبة تحديدا أو ما بين الأزواج بسبب زاويتين ذكرناهم فعشان هيك هدولة سهل جدا أنه بأي سبب أو بدون سبب يكونوا بدهم يعملوا خلاف أو بدهم يكبروا للخلاف فعشان هيك حاولوا قدر الإمكان خلال هذا اليوم أي نقاش أو حوار أو إشي ممكن يستفز الطرف الآخر إنكوا التزموا الصمت لأنه الوضع الفركي ككل ما بيساعد على النقاشات أو الحدية أو العصبية أول إشي زوايا حادة فيه عندنا بداية تأثيرات تراجع وطارد عندنا الكسوف اللي برضو بيأثر على هذا الموضوع لأنه برضو رح يتشكل بعد أيام فبدأت تأثيراته أيضا الزوايا الحادة اللي إلها علاقة بالتسلط بتقول إنه ما لازم ندخل بأي شيء عدواني بهاي الفترة طيب بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم عندنا طبعا ما رح نذكر إنه ولا خلينا نذكرها من الآن ولغاية ساعات الفجر القدمان وأصابع القدم والغد النخامية الغد الصنوبرية الهرمون المسكن للألام والهرمون المساعد على النوم هذولا بصير فيهم خلل عشان هيك بصير فيه لسه ما زالت الأجواء يعني بتدل على الاكتئاب والوهم والوسواس والأمور هاي من ساعات الفجر وما بعد وطيلة نهار اليوم الثلاثاء بصير عنا نقاط الضعف الرأس والأسنان واللسان والعضلات المخططة القضيب المرارة الشريين والدم عشان هيك اليوم اللي بيشعر بأي شيء غير اعتيادي في هاي الأعضاء يحاول أنه يراجع الطبيب هذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية ولكن أنا بنصح بالعمليات الصغرى ما بنصح بالكبرى لأنه زي ما حكينا تأثيرات الكسوف بدلشت بتأثر زي ما نذكر بالحلقة اللي نزلت عن الكسوف وعن تراجع وطارد وآثارهم طبعا عمليات التجميل ما فيه أي مشكلة للعمليات التجميل إلا العمليات الجراحية اللي إلها علاقة بالأسنان ما بنصح فيها يصلح هذا اليوم لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن للفترة ما زالت لا تصلح للقص العلاجي لما ينولد الهلال تبدأ فترة القص العلاجي وبتكون فترة مناسبة بالنسبة للقمر بما أنه موجود أو رح ينتقل لبرج الحمل قلو المسار القادم بيبدأ يوم الخميس عشرين أربعة بيبدأ في تمام الساعة أربعة واثناشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش يعني بعد الكسوف مباشرة وبيستمر حتى تمام الساعة أربعة وتسعة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر ويستقر في برج الثور أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره سبعة وعشرين يوم في تمام الساعة ثنتين وسبعة دقائق فجرا بيصدير ثمانية وعشرين يوم نسبة الإضاءة بتصير اثنين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم عشرين أربعة هي الآن سعيدة بنسبة ستين في المية في ساعة الظهر بتصير سعيدة بنسبة سبعين في المية القمر في الحوت حتى بده ينتقل للحمل طبعا في ساعات الفجر وأغلب اليوم هو في برج الحمل ورح يضل في الحمل لغاية يوم 24 والآن منتحس بنسبة 25% في ساعات الفجر بصير منتحس بنسبة 10% ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 10% وبكمل طيلة النهار عطارت في الثور حتى يوم 21 أربعة منتحس بنسبة 10% الزهرة في الجوزاء حتى يوم 7-5 منتحس بنسبة 10% المريخ في السرطان حتى يوم 21-5 هو الآن سعيد بنسبة 60% ولكن في ساعة مساء اليوم الثلاثاء بصير سعيد بنسبة 30% المشتري في الحمل حتى يوم 16-5 سعيد بنسبة 15% وزحل في الحوت حتى يوم 17-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 29-8 سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدلو حتى يوم 34 سعيد بنسبة 15% تنسوش الأشياء اللي تحت الكبسات هاي كبسوا عليها اللايك والديسلايك والكوماند شير وشغلات زي هاي اللي بتكوية اعملوه وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا من الآن ولغاية ساعات الفجر بظل التعب مسيطر عليكم في نوع من أنواع الضغط اللي لسه موجود الاكتئاب والقلة الحركة الوسواس الشكل الأشياء اللي زي هيك هاي شغالة بشكل كبير ولكن من ساعات الفجر بتبدأوا فترة أفضل بتعدلكم نشاطكم المفقود ولكن بتكون تحذروا من مزاجكم وعصبيتكم وكلامكم أثناء التعامل مع الغير الأجواء بتصير أفضل بصير في تحسن ملموس ولكن بتضل العصبية وتقلب المزاج مسيطر عليكم خلال هذا اليوم برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا القمر الآن بيقترب من بيت المتاعب صحيح أنه فيه نشاط من الآن ولغاية ساعات الفجر بينك وبين الأصدقاء والاتصالات واللقاءات ولكن طباعك حدي وردات فعلك سلبية وخصوصا أنه الكسوف عندك وترجوع وطارد عندك فأنت أكثر شخص يعني بتعاني خلال هاي الأيام من تقلب المزاج والحدية والوسواس والقلق والتوتر وردات الفعل السلبية من ساعات الفجر طبعا القمر رح ينتقل لبيت المتاعب فبتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم حاضروا من الدخول في مناقشات أو جدال مع الأصدقاء لأنها ممكن تتطور للأسوأ برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا من الآن ولغاية ساعات الفجر بتحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وتوصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وزي ما حكينا هاي فترة لا يصلح فيها المغامرات والمجازفات حاولوا تضبطوا عصابكم قدر الإمكان لأنها فترة غير مناسبة لأي شيء بشوه السمعة من ساعات الفجر وأنا ببلش النشاط الاجتماعي بتلتقوا أشخاص بترتاحوا لصحبتهم بوسعكم تحقيق أمني بمساعدة صديق وممكن يتوجه لكم دعوة لحضور حفلة ومناسبة ولكن انتبهوا من ردات الفعل العصبية برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا من الآن ولغاية ساعة الفجر اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة بدهوا يستعد بشكل جيد ما تعتمدوا على الحضوظ نهائيا أثناء تعاملكم مع الأحبة برضو بدكوا تضبطوا عصابكم حافظوا على هدوءكم حاولوا انكوا تبعدوا عن المشاكل قدر الإمكان من ساعات الفجر وطيلة اليوم بصير التركيز على العمل ممكن سوى تفاهم عمل ناقص التزامات الزيادة عن اللزوم فعشان هيك بتطلب منك انك تركز بشكل جيد على أعمالك وبرضو بتدخلوا في فترة لا يصلح فيها أي مجازة فيه أو مغامرة حاولوا انه برضو تحافظوا على سمعتكم برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بيظل التركيز على الأمور المالية المشتركة ما يعني اهتمام بالدفعات وأمور العلاقة بالفواتير والالتزامات والمطالبة بالحقوق أو إعادة الحسابات فعشان هيك ما بجوز من الآن للفجر انك تبدأ بأي شيء العلاقة بالمغامرات المالية أو المصاريف وتنتبهوا على أموالكم بشكل جيد من ساعات الفجر وطيلة اليوم بتنشطوا بالاتصالات والحوارات والنقاشات والعلاقات حتى الأمور العاطفية ولكن انتوا حادين الطباع وردة الفعل عندكم سلبية انتبهوا أثناء قيادتكم للسيارة وإذا عندكم امتحان لا تعتمدوا على الحضوض ممكن شوي يكون عندكم بعض التسرع بأداءكم لواجباتكم برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا القمر مازال موجود مقابلكم تماما فعشان هيك من الآن ولغاية ساعات الفجر بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم ولكن زي ما حكينا طاقتكم ضعيفة ردات فعلكم سلبية الشك والغيرة والتوتر توتر موجود من ساعات الفجر تنهمكوا في اعادة تنظيم اموركم المالية المشتركة ولكن بتكت احذروا من النزاعات مع الشريك في العاطفة او المنزل او العمل عشان ما تكبر المشاكل وبرضو بتكت انتبهوا على اي شيء العلاقة بالوضع المالي حاولوا ترتبوا اموركم المالية بشكل جيد برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا القمر الان بده يبدأ فيه مراحل المقابلة هو الان في بيت العمل والصحة فعشان هيك شوي بتتركز الامور على عمل ترتيب وضع عمل علاقتكم بزملائكم او امور صحية ومراجعات طبية واشياء من هذا القبيل هذا الامر لغاية ساعات الفجر من ساعات الفجر وطيلة نهار يوم الثلاثاء بترغبوا في تعزيز شراكاتكم ولكن ردات فعلكم سلبية ممكن يصير فيه حدية بالطباع او كلام جارح بدكوا تنتبهوا من هاي النقطة حاولوا قدر الامكان ما تدخلوا باي مواجهة او اي عصبية وتمالكوا نفسكم عشان ما تكبر المشاكل وتصل لطريق يعني يكون فيه نوع من انواع الانفصال او المشاكل طويلة المدى برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا من الان لغاية ساعات الفجر بتظل العاطفي قوي لديكم بتميلوا لا تقرب من احبائكم طبعا ما تعتمدوا على الحظ نهائيا ابعدوا عن الشك والغيري والتحكم باحبائكم او ابنائكم او فرض السلطة عليهم ضبط الاعصاب مطلوب ما تدخلوا باي مناقشات او حوارات مع الاحبة عشان ما تصل لطريق مزدود ولكن على المستوى العاطفي في بعض الاجواء الايجابية ولكن بشوفها مش بالشكل القوي من ساعات الفجر بيصير القمر في البيت العمل والصحة هنا بيغلب عليك العنف والعصبية وخاصة مع الاحبة او الاولاد او زملائكم بالعمل وممكن تنجزوا بعض الاعمال بطريقة خاطئة بسبب التسرع او تشعروا ببعض التعب الصحي برضو بتكو تنتبهوا اذا شعرتوا بشيء غير اعتيادي راجعوا الطبيب برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بتكو تتجنبوا ادخال اي تغيير جذري على مسكنكم من الان ولغاية ساعات الفجر واي مشاكل الها علاقة بالبيت والعائلة ضبط العصاب مطلوب ما في داعي للحدية ما في داعي للتهور ولا اتخاذ قرارات حاسمة اما من ساعات الفجر وطلت النهار هنا القمر بصير في البيت الخامس بصير في عندكو رغبة بالتقرب او التفاهم مع احبائكم ولكن اليوم لا تعتمدوا على الحضوض ممكن تفتعل خلاف في المنزل او مع احد افراد العائلة لانه مزاجك حاد ومتقلب وهذا الشيء رح يكون مش لمصلحتك فعشان يقدك تتجنب الحدية قدر الامكان برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعا اللي بده يتقدم لامتحان من الان ولغاية ساعات الفجر او عنده تنقلات بالسيارات بده ينتبه كثير يعني بده يركز ما يتسرع وما يعتمد على الحضوض شوي بيغلب عليك بعض الكلام اللي ممكن ما يكون مفهوم للطرف الاخر وهذا الشيء ممكن يسبب خلاف او حدية بالطباع بدك تضبط عصابك اما من ساعات الفجر وطيلة النهار بصير التركيز على الاجواء البيتية والعائلية ولكن شوي مزاجك عدواني وهذا الشيء ممكن يسبب لكم خلافات او سوء تفاهم عليكم الحذر اثناء الحوار والنقاش واذا يجيت وبدك تحلوا مشكلة او تتدخلوا في مشكلة اذا ما كانت بتعنيكو انا بفضل انكم ما تتدخلوا ولكن حاول انك تضبط عصابك عشان كلامك يسجل برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بتكوا تحاولوا قدر الامكان تضبطوا ميزانيتكم وايدكم من المصاريف لزيادة لانه بتكوا تجنبوا شراء اي حاجية ثمينة من الان ولغاية ساعات الفجر بتنتبهوا على اموالكم من السرقة او الضياع وحاولوا تخففوا من النفقات قدر الامكان ممكن تظهر بعض المصاريف الطارئة فعشان هيك بتكوا تنتبهوا اما من ساعات الفجر وطيلة نهار اليوم الثلاثاء هنا بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ولكن في ساعات العصر بتكوا تنتبهوا اثناء قيادتكم للسيارة اثناء حركتكم انتبهوا من العصبية وردات الفعل والكلمات المبهمة اللي ممكن تنفهم بطريقة خاطئة وتسبب خلاف او زعل صحيح انه عندكم سرعة بديها وقدرة على الاقناع ولكن العصبية بتغلب عليكم فيحضروا لكلامكم برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا من الان ولغاية ساعات الفجر اطاقتكم جيدة ولكن بيتقلب المزاج عندكم في وهم او في شك او في تقلب المزاج لا تخلوا الاكتئاب او التقلب بالمزاج يسيطر عليكم وانتبهوا من ردات الفعل السلبية او العصبية في بعض الاوقات اما من ساعات الفجر وطيلة اليوم الثلاثاء بتنهمكم في ضبط ميزانيتكم ولكن مزاجكم سيء وهنا بتكون قليل الصبر وهذا الشيء ممكن يسبب لكم نزاعات مع محيطكم انتبهوا من المصاريف ومن الامور المالية اللي ممكن تظهر بشكل مفاجئ او تربككم بعض المتطلبات اللي بتطلب بعض الامور المالية وانتبهوا على اموالكم من السرقة او الضايع حطيتوا اللايك والديسلايك وكومنت والاشياء هاي يا الله تحت تحت على طول نابل ما تخلص الحلقة الله يرضى عليكم وصلوا على رسول الله ايضا اللهم صلي على محمد وآل محمد هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء